اشتركوا في القناة شكرا 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 الأرقام واضح كل شيء. ما في شيء اختفى. يعني لا عندي طالعة صورة الأستاذ كمال يعني. لا أخي من عندك لأنه صورة الكشف طالعة. موجودة الأرقام كلها الـ SV, BV, الكوارت المتأهلة 8 أشخاص عنده هذا الشخص النقاط 105. كله واضح. فضل. هسه واضحة. هسه واضحة. الآن نقاط المجموعة الشخصية اللي هي 550. عدد اللاين المؤهل من النجوم هو ثمن أشخاص. انتم جاي تشوفون طبعا هذي موجودة أنا اتراف فاتحين اثنين. اللي فاتحة أمامكم هو التفريغ ماله. هناك برنامج خاص بس تحمل الـ PDF يحول لك يا على أكسل. ممكن نرسلكم يا عن طريق الـ chat. بعدين تقدر تتحكم بي برحتك. اللي ما عنده خبرة بالتعامل مع الأكسل خلص ممكن يستخدم الـ PDF ويكبره ويتعامل معه مباشرة. طيب. أنا للسهولة أستخدم هذا. الآن مثل ما أنتم شايفين العدد اللاين المؤهل من الماسيين المباشرين هم ثمانية. عفوا النجوم المباشرين. هاي الكيو معناها مؤهل. S A معناها ستار ايجينت. لينز يعني عدد الخطوط المباشرة زين المؤهلين هم ثمانية. تمام. الـ DGPV لهذا الشخص تقريبا ثمانة آلاف وثمانمية وخمسة عشر. ثمانة آلاف وثمانمية وخمسة عشر. طيب هذا الـ DGPV. طيب. هذا كلها أنت شنو تعرف حتى تعرف أنه هذه النسب اللي رح ياخذها شكيد. طبعا هذا كله بناء على دراستك للخطة التسويقية. اللي ما سبق درس الخطة التسويقية يشوفها مثل الطلاسم. لكن اللي درس الخطة التسويقية رح يعرف. طيب. 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 الآن. سبعة آلاف فهو أصلا عابر فما يحتاج أصلا يعني ياخذ من الخطوط اللي تحتفيه إذن هنا زيره. طيب. عدد الماسيين المؤهلين يجقب عنده أربعة. الآن السؤال اللي أريد أسأله لحضراتكم هل الأربع ماسيين هم محسوبين مع النجوم ولا ما محسوبين. من يجاوبني على هذا السؤال من هذا مهم هل الأربع نجوم الآن المؤهلين كماسيين اللي المكتوب شوفوا كيو يعني كواليفاي وأزدي يعني ستار دايمون فالمؤهلين الآن عنده أربع خطوط ماسية هل الأربع خطوط ماسية هي مضمن الثمانية أو لا من يجاوبني على هذا السؤال. أكيد ستار كامال من ضمن الخطوط الثمانية. يا جزاك الله خير أحسنت إذن معناها سوف شوف دي أكسين. دي أكسين تنطيك على الاستار ايجنت عموله باعتباره مؤهل كاستار ايجنت وبنفس الوقت على الماسي تعطيك دبل لأنه ما صار ماسي إلا هو كان استار ايجنت فمو معناه أنه هو صار ماسي ما رح تاخذ عمولته إذا يعني كاستار ايجنت لا تاخذ عمولته افضل تستمر مع العمولة تاخذها عليه كاستار ايجنت وترجح تاخذها مرة ثانية عليه كاستار دايمون. لذلك تشوفون هذول الأربعة هم ترى من ضمن هذول السمانية. تمام؟ إذن الخطوط المؤهلة توتل عنده ثمان خطوط أربعة منهم ماسيين وأربعة منهم نجوم وبما أن الماسيين هم بالأصل نجوم فحسبهم أيضا ثمانية. أستاذ كمال السؤال بهذا الخصوص بهي المقطبس. نعم. وطبعا هو وقتنا نتحاسب عليه مثل ما حكيت ماسي ووكيل نجم. نتحاسب عليه علاوة التطوير كوكيل نجم حسب الجيل تبعيته خامس أو رابع أو ثالث صح؟ نعم. 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 نحاسب عليه بحسب الليفل ما له. لنفرض هو فوقه هو كهذا الماسي بالنسبة ليه جيل خامس. لكن الأربع الأجيال اللي فوقه هم كلهم نجوم بعدهم ما واصلين ستار دايمون. فبينما هو يعتبر لي جيل أول كماسي. واضح الفكرة تحاسب عليه بالماسيين كجيل أول لأن ما في واحد بيني وبين الأبلينية ما التماسي. فيعتبر لي هذا يسمونه ضغط الديناميك وشوف هذا كل فائدة لصالح العظوم. لزيادة عمولات العظوم ولي صالح الشركة. وبالتالي انت لما تتحاسب عليه هو بالليفل الخامس كستار دايمون جيل أول حتى تاخذ عليه عمولة عالية خمسة بالمئة. بينما كستار ايجنت إذا الليفو قام أهلين راح تاخذ عليه عمولة التطوير باعتباره جيل خامس. واضح؟ هذه نقطة مهمة طرحها الأستاذ أحمد بارك الله فيه. طيب. فإحنا إذا العمود الفقري اللي وضحنا طبيعة الكشفة خلصنا بعد ما خلصنا عادة يكتبون هذه العبارة إذا تشوفونها لوكل بونس لوكل بونس شنو يعني لوكل بونس يعني العمولة المحلية. هذه معناها العمولة المحلية. تمام؟ هذه معناها العمولة المحلية. تمام؟ في يعني في الخليج. واضحة عندكم الآن هذه العمولة المحلية اللي في الخليج. طيب. هذه العمولة المحلية اللي في الخليج. الآن رح يبدأ فيها ليس؟ لأن هذا العضو مسجل على أحد الدول اللي تابعة للشرق الأوسط. فيبدي بهذا. لو فرضا معنا عضو مسجل بكندا رح يبدي بكندا. لو فرضا معنا عضو مسجل في المغرب رح يبدي بالمغرب. لو فرضا معنا عضو مسجل وهكذا. طيب. إذا خلصنا أول شي رح يبدي بالدولة اللي أنت مسجل فيها. لأن هي هذه العمولات المحلية. طيب. بعدين رح ينزل على هذا. هذا يعني. راحض ستار جروب. الان ديفولوبمنت بونس. الان يقول لك أنا راح أعطيك. عمولات المجموعة النجمية. زائد علاوات التطوير. زائد علاوات التطوير. طبعا أنتو تعرفون العمولات النجمية اللي هي عمولات الأداء يعني الفارق بينك وبين النجوم اللي تحتك. هي نفس العمولات الشخصية. فهي مشمولة بهذا الجدول. هي نفس العمولات الشخصية. يعني لو كان معاك عضو جديد. طبعا هذا الملف اللي قاعد نتعامل معاه الآن هو ملف لعضو قديم. وما عنده أعضاء جدد. تمام. فبالتالي تشوف أنتو ما في منبر صح؟ ما في هنا في هذا. هلأ الأرقام كتير صغيرة. بس بس مشان تعرف أنت. يعني إذا بتتكبر معك الشاشة أستاذ كمال بيكون ممتاز. تمام. الآن تمام. هيك صارت أفضل. ATD أول شي. ASD صارت أوضح شوي. لا تكلاحي. لا. بعد نكبرها. حتى تكون الشاشة مرة مليانة. طيب الآن. إذا ملاحظين أنه راح يبدأ. بالتالي ما عندنا عمولات شخصية. راح نبدأ على طول عمولات النجوم. اللي تصير فرق بين النجوم. وعلاوات التطوير. اللي يصير الفارق بالنسبة بين عمولات النجوم هو نفسه. الفارق اللي يصير بالمجموعة الشخصية. يعني ماكو اقتلاق. طيب. الآن. تشوفون الجدول اللي أمامكم. أول لاين. اللي هو هذا على سبيل المثال. خلي أول أول واحدا خلصا اللونه. حتى نحن قاعد نشتغل به. هذا شنو المقصود بي زيره. هذا المقصود بي. الشخص صاحب الكشف. هو هو بالنسبة. يعني ما يعتبر مستوى أو لفل. لنفسه. هو نفسه يعني. طيب. لفل ون. يعني الأشخاص المباشرين. طيب. إذا إذا تنتبهوا لي. خلوني. خلوكم معي. هذا هو رقم عضوية الشخص. صاحب الكشف. تمام. هذه هي عضويته. اللي تنتهي تسعة تسعة. يفترض. وهذا السبونسر تبعه. تمام. هذا السبونسر اللي يجي بعده. طيب. يفترض أنه هذا الشخص اللي تحته هنا. اللي هو صاحب هذا الرقم. اللي ينتهي ب سبعة وتسعين. أن يكون السبونسر ما لنهايته أيضا تسعة وتسعين. صح ولا لا. صح. ليش 53؟ معناه هذا شنو؟ ضغط ديناميكي. هذا ضغط. حتى تعرفون أنه الموضوع بهذا البزنز يا جماعة. يعني يعتمد على نشاطك بشكل كبير وعلى القروب. ما يعتمد على الشخص بعينه. لذلك إحنا أحيانا كان سؤال بالقروب الخاص. أنه إحنا شون راح نتعاملوا يالناس اللي. ما يعني وضعهم المادة جيد وما حابين. نتعامل معهم كمستهلكين. وبنفس الوقت نستفيد من قائمة اسماءهم. أو الناس اللي حيلونهم. لأن ممكن ما يكونوا هما مهتمين. لكن الاتحاتهم مهتمين. وهذا اللي يصير غالبا معنا. هذا يعني الكلام من إركوري وكثير من الناس المختصين في مجال هذه الصناعة. يقول لك أكثر الناس اللي ساهموا في نجاحنا هما يعني الإحالات أو الداولة. مو شرط المباشرين. طيب. تعال شوفوا الثاني. شوفوا الثاني. الثاني لا. مباشر صح؟ لأنه نفس رقم السبونسر. إذن الأول جاء من الضغط الديناميكي. الثاني لا هو فعلا مباشر. الثاني مباشر. الثالث مباشر. آآ لا. أيوة. الثالث مباشر عفوا. الرابع. الرابع جاي من الضغط الديناميكي. عفوا. تمام. فأنتوا من تبهين معاي لهذه الحالة إذن عرفنا. الآن لما قلنا إحنا إذا تذكرون من الملاحظات اللي قلناها بالكلام العام عن فوائد الكشف الشهري. أنه من خلال الضغط الديناميكي من خلال الكشف الشهري نعرف الناس اللي هما نضغطوا معانا ديناميكيا. تمام. وبدونها ما رح نعرف. الآن أعتقد صارت واضحة بالنسبة لكم. تمام. نجي على إذن هذا الكود مثل ما هو واضح. هاي كلمة الكود. يعني رقم العضوية. وهاي أب كود. يعني الأب لاين. تمام. هنا الحالة أو الدرجة. درجة العضوية. وبالتالي هنا شفنا هذا إي تي دي. وهذا مثلا إي أس أس دي وهذا ستار روبي وهكذا تنكتب حالة العضو. حالة العضو منه صاحب الكود. مو الأب كود. واضح يا شباب. يعني الحالة اللي 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 قاعدين نقرأ عنها الآن هي هذه هنا هي حالة هذا. الكود صاحب هذا الكود. الاسم أنا غطيتها لخصوصية الأشخاص. الآن نجي على الأزفي. طيب من يقول لي ليش هنا نذكر الأزفي ما ذكر البي في. إنه ربحنا رفنا على المبيعات. على الأزفي تبعيت المبيعات تبعيت الشركة ما محددت لنا إياها. أما النقاط هو لحتى ما ندخل بها مش الربح. تمام. يعني جواب واضح بس حتى نقول أكثر دقة لأن الأزفي هو الربح. والكشف أصلا لحساب الأرباح ما لا علاقة بالبي في. لأن كل اللي دخلوا بالكشف هم مدخلين التارجت. يعني مكملين البوينت. مكملين النقاط. فالموضوع الآن مو موضوع نقاط. الآن موضوع أرباح. كم الأرباح. تمام. فما لا داعي يحط البي في. على طول يكتب بس فقط. الأزفي. اللي هو قيمة الربح. قيمة الربح. فهنا. لما يقول لك بيرسينال بي في. بيرسينال بي في. إيش يقصد. أرباح. المبيعات الشخصية. بيرسينال. أزفي عفوا. يقصد في. فترة مختصرة هذه. اختصار. يعني هنا خلصنا. أوكي. وهذا النيم أيضا خلصنا. طيب هنا لما نقول بيرسينال بي في. مختصرة حاط لك هاي نقطة هات درارة على الاختصار. أزفي هنا يقصد. أنه أرباح المبيعات الشخصية. طيب هاي السبعة واربعين فاصلة خمسطحش. فهذه شنو يقصد بيها هنا قيمة الربح الشركة من مبيعاتك ولا قيمة ربحك. قيمة ربحك انت الشخصية بيرسينال بي في. لا 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 استاذ احمد. هنا يقصد بيها قيمة ربح الشركة من مبيعاتك. تمام تمام يعني هاي البيرسينال بي في قيمة ربح الشركة من مبيعاتك. طيب قروب أزفي هنا أرباح المجموعة. الشخصية. ماشي. طيب. الآن هذه هنا النسبة الميئوية شنو مقصد بها النسبة الميئوية؟ الرتبة اللي واصل للشخص نسبته بالشركة عفوا. نسبة الشخص بالشركة شو نسبته؟ لا لا ما المقصود هنا. هنا اوكي اوكي هاي نسبة اللي واصلها بس المقصود هنا. هذه نسبة ربحك. الآن نسبة ربحك رح يضربها في ربح الشركة. هو أصدر النسبة اللي واصل للشخص بالشركة نسبة سبعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين هو نسبة. أيوة أيوة أيوة. أيوة هاي تختلف. آآ. نقطة لموجودة ماشي. ليش نسبته هذا خمسة وعشرين مع أنه هو ستار روبي؟ لأنه ما حد عنده ولا نجم مؤهل. هذا الشخص. ستار روبي. ونسبته خمسة وعشرين هنا. فهاي مو النسبة اللي هو للرتبة اللي هو واصلها. هاي نسبة ربحه خلال هذا الشهر. لأنه ما عنده نجم مؤهلين. ما عنده نجم مؤهلين. بالضبط ما عنده نجم مؤهلين. وبالتالي نسبة ربحه خلال هذا الشهر خمسة وعشرين بالمئة. تمام؟ ورغم أنه هو ستار روبي المفروض ما تقل عن واحد وثلاثين بالمئة. تمام. هذا الستار دائمون. هذا نستكتة طبعا الستار دائمون أنتو تعرفون كلهم سبعة وثلاثين. عفوا ستار قاسم تفضل. كان عندك شؤال. ذكرتها ذكرتها الأخوة. القصد هنا أنه فيه تأهل وعدم تأهل. يعني على سبيل المثال واحد وعشرين بالمئة. وكي نجم غير مؤهل واحد وعشرين بالمئة. أو مثلا الماسي المؤهل أو غير مؤهل إذا كان مؤهل سبعة وثلاثين بالمئة. ما مؤهل واحد ثلاثين بالمئة. فهذه نسبة التأهل تنطينا هنا. وليس فقط نسبة الدرجة مالته. تأهل أنه مؤهل أم لا. بالضبط هس أنتو إذا تلاحظون هذول الثنين. الثنين هم ستار روبي. واحد خمسة وعشرين وواحد واحد وعشرين. ليش؟ لأنه مؤهل وغير مؤهل. وهو طبعا بحسب رتبتهم المفروض هم أعلى حتى من الخمسة وعشرين. لكن ما نقول هذه نسبتها بحسب الرتبة اللي وصلها لأن الرتبة شيء والنسبة شيء ثاني بحسب التأهل. طيب. الآن. لما لما نجي نضربها. بالشسمة يعني هذه هذه العمولة. تمام نجي نضربها بال بالعمولة الشخصية راح نطلع. هنا القروب بونس الفائدة اللي تحصلها من مبيعاتك الشخصية زائد الفائدة اللي تحصلها من مجموعتك الشخصية. تمام؟ فبالنهاية طالع حوالي سبعة عشر دولار فاصلة خمسة وربعين سنة. طيب علاوة التطوير. علاوة التطوير هنا ما موجودة ليش؟ ما موجودة لأن ما يأخذ علاوة التطوير على نفسه. واضح؟ يعني الشخص هل يأخذ علاوة التطوير على نفسه؟ لا يمكن. إذن بينما يأخذ علاوة التطوير على الجيل المباشر من النجوم اللي عنده. هسا هذا الشخص معتبرينه جيل مباشر فأخذ عليه علاوة التطوير. طيب ليش ما أخذ عليه غروب بونس؟ مني يجاوبني ليش هنا غروب بونس ما أخذ عليه فارق من نسبة ليش؟ لأنه نفس النسبة كمان. أيوة الله يفتح عليكم لأنه هو سبعة وثلاثين وهذا سبعة وثلاثين اثنين هم نفس النسبة. وبالتالي هنا صفر بينما شوفوا هذا اللي خمسة وعشرين أخذ عليه غروب بونس وأخذ عليه علاوة التطوير. واضح؟ يجي واحد يقول طيب هنا على التطوير قليل أم وهي على التطوير بحسب مبيعات الشخص. أنت شوف يعني مبيعاتها كم وبالتالي تقدر تحكم على أنه كيف الأرباح كانت. هذه هي الفكرة الحقيقة والآن تشوفون هذا رمز الدولة هذا اللي بالأخير موجود رمز الدولة. هنا أنا أنا كشخص أنا كشخص إذا أريد أتفنن وعندي معلومات. طبعاً تعرفون هاي الرموز شون واحد يقدر يعرفها من يجاوبني؟ شون يقدر يعرف أنها يا دولة ويا دولة ويا دولة هي موجودة بالكشف الشهري؟ من تحت من تحت يا أستاذ كما على الكشف موجودة. أيوة موجودة تحت بالكشف لما ندخل على ديليتيز إيت كنتري. يعني ذكر تفاصيل كل العمولات رح تنذكر كل دولة ورمزها واسمها. يعني نذكر الرمز والدولة فإذا بنفس الكشف ما لك تقدر تشيك وترجع وتعرف هذا من يا دولة. وبالتالي شوفوا هنا مثلاً موجود واحد. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر أفمعش أفمعش واحد. هما كلهم بحسب الضغط الديناميكي وبعضهم لا والله هما مباشرين مثل هذا وهذا. هذولة كلهم موجودين معي ينبغي أنا نعرف وضعهم تماماً. يعني شنو الأرباح اللي جيتني منهم ليش شنون عدد مبيعاتهم شنون أطورها هل يحتاجون مني اهتمام أو لا. خلونا حتى ما نطور لأنه كثير. إذا تلاحظون على على الليفل الآن اللي موجودين ثلاثة جيل الليفل أربعة أو جيل أربعة طيب. وين نوصل جيل خمسة. طيب شوفوا كل ما كل ما ينزل الجيل كل ما يكثر العدد طبعاً شوفوا الدول هنا أوروبا. عمان العراق المغرب يعني دول كثيرة طيب. وصلنا للنهاية يعني نتكلم تقريباً عن خمسة جيال صح يقول لك يا أخي قليل مثلاً بعضهم يقولون قليل خمسة جيال. نتسوي مجموعة بها حظ وشوفوا شون قليل. هذا الآن الرقم ينطي مئتين سبعة عشرين إذا حذفت المباشرة يعني مؤقل من مئتين. ربما يعني بالمصففات اللي قبلها فوق كان العنوان. مؤقل من مئتين شخص هم موجودين في خمسة جيال فقط. هذا كل اللي ترى اللي قاعد نتكلم عنه هو فقط علاوات المجموعة النجمية زائد علاوات التطوير. بعدنا ما دخلنا على الليدر شبونس. لو ندخل على الليدر شبونس. طيب. وقبل التكبير. خلوني. اغطي الاسماء. والانكشف اسماء الله يعذرنا يعني يعني. تمام. الآن هو شي يقول لما وصلنا الليدر شبونس إذا تنتبهون. لاحظوا لأنه أنا طبعا إذا فهمت هذا فهمت كل الدول اللي خلط. ممكن أمشي بيها سريعا لأنه كلها نفس الشيء تمام. اللي اللي معه الكشف يتابع بالكشف ماله. الآن وصلنا للليدر شبونس. قبل لا يتكلم عن الليدر شبونس. إذا من تبهين. أكو عبارة يكتبها. يقول لك. يرجع مرة ثانية يفصل. حتى يفهمك شنو اللي صاير معاك. ترى أنت. بالليدر شبونس. وهذا راح يكون موجود في كل الدول. علاوة تطوير. علاوات المجموعة النجمية زاد. علاوة التطوير هذا يكون سكشن. والسكشن الثاني يتكلم فيه عن الليدر شبونس. يدخل أي دولة. الآن هو. كلها دول الخليج كلها جمعها. في مكان واحد. أوروبا كلها يجمعها في مكان واحد. بعدين تركيا المغرب كندا. موريتانيا. كل الدول الأخرى أستراليا. راح تشوفون معاي. بحسب التفصيل. طيب هنا. اللي يحاولها على الاس في. يقول لك أنت المطلوب منك المينيمم. بالاس في. بالديجي بي في اس في. لازم يصير عندك الفين وثمانمائة نقطة. باعتبار المؤهلين عندك أربعة. وال. يعني. مطلع فوقها. اللي هي ترى هناك. ذكرها بالبي في هناك. بالاس في. بالنسبة للديجي. ديجي اس في. صارت للتالاف. ومئتين واثنين وخمسين. وبالتالي أنت يعني متجاوز. التاركت المطلوب منك. اللي هو الفين وثمانمائة. بالتالي ما تحتاج إلى أي دعم. من الخطوط السفلية. هذا بالنسبة اللي يفهمون في موضوع. التسليف. زيان وهنا. اللي هو بعبارة أصح. إحنا نسميه التعويض. التعويض اللي تعطي الشركة لك من خلال الخطوط. مبيعات الخطوط في الأسفل. هنا. طبعا راح يبدأ أيضا بالليفل ون. وتشوفون انتم لاحظون الليفل ون اللي أنا اللي موجودين هنا. انت حاول تهتم بالمباشرين بشكل كبير جدا. ليش. لأنه إذا تميت بهم هم ينزلونك على اللي تحت. الاهتمام بهم ينتقل على اللي تحت. وهم رعاة أصلا لللي تحت. بالأجياء اللي تحت. طيب. طيب شوفوا اللي معانا هم موجودين. هذولا كلهم خمسة بالمية صح? العمولات اللي عليهم كلها كم؟ خمسة بالمية. إذا تذكرون الشركة كانت دائما تتكلم. آآ نتكلم عن عمولات. القيادة نقول الجيل الأول كلها خمسة بالمية. طيب شوفوا الجيل الثاني. الجيل الثاني كم؟ خمسة فاصلة اثمانين. آآ أزيد خمسة فاصلة اثمانين. اللي هم هذالا. تمام؟ خمسة فاصلة اثمانين. وعلى هالأساس راح تنحسب. هالأرباح. طيب يا شباب. ما عليش أنا لشوية مادتنا اليوم عملية أكثر. بس أنتوا ترى كل ما تفهمون الخطة بشكل صحيح. كل ما يكون نجاحكم أسرع. كل ما يكون نجاحكم أسرع وبشكل كبير. ليش؟ لأنه حتى حتى أحيانا برتبة بسيطة تقدر تحقق دخل لا بأس فيه. إذا فهمت الخطة بشكل جيد. الآن هذه. هذه العمولات أيضا كلها بدولا. تمام؟ هذا الأمي أعتقد موليتانيا. أنا. إيه هذا السعودية. جي او جردن. أي أي هي هالإمارات. وهكذا أشوف انتهس هذا الآن. اللي موجودين عندك. طيب هذولا ليش قلّوا بالجيل الثالث؟ ها اللي قلّوا بالجيل الثالث. لأنه اللي معاك بالجيل الثاني ما أخذين من عمولاتهم. يعني معاك ناس مباشرين من المتأهلين عندك بالجيل الأول. يأخذون وأنت تأخذ فارق النسبة. فتنزل خمسة فاصلة ثمانية. زائد نسبة اللي أخذ منهم عمولة كان لهم مباشر من الماسيين. فهذا اللي باقي لك منهم. اللي هو ميتة دولارين فاصلة ثمانين سنت. عفواً النسبة هذي. وهذا اللي الفاضل عفواً. هنا النسبة. فالنسبة تبدي تقل بسبب إيش؟ أنه أكو واحد ما أخذ النسبة اللي هي الفارق اللي بينك اللي هي عبارة ثلاثة. ثلاثة بالمئة. انتبهيني يا شباب. عندنا إذا كان واحد معه ماسي يأخذ ثلاثة بالمئة فما نزل. فثلاثة بالمئة طائرة باقي شقيت. اثنين فاصلة ثمانية. الخطة دقيقة جداً جداً جداً. أنا لحد الآن أكو أحد من اللي موجودين معانا ما فهم أو عنده استفسار أو سؤال يخبرني. في أحد عنده. يقول لي حتى أو نكمل. هدول الأخيرات لبعدين لحتى اللي نطلع رتح. استاذ كمال آخر نقطة ما فهمتها. آخر نقطة وسمحت. طيب قليلي شنو آخر نقطة شنو تقصدين بها آخر نقطة. آآ هالي عم تحكي عنها اثنين وثلاثة وكيف يعني حسبتها. هيا ما فهمت للصراحة. طيب. فرضاً أنا ماسي. تمام؟ ونسبتي آآ 5.8 صح؟ لأن معاي أربع نجوم. أربع ماسيين مباشرين. نجوم ماسيين. تمام؟ خليكي معاي جاوبيني بس حتى تأكد. آآ نعم نعم تمام. ففي واحد معاي ماسي عنده اثنين. ماسيين. اللي عنده اثنين كم نسبته على الداون لاين على اللي تحت؟ ثلاثة بالمية. ثلاثة بالمية. فهو رح ياخذ عليهم ثلاثة بالمية كم يفضل لي أنا؟ اثنين فاصلة ثمانية من خمسة فاصلة ثمانية. واضحة؟ نعم واضحة واضحة. نفس توزيع العمولة بالمجموعة الشخصية. والجروبان. بس هنا نتكلم عن علاوات قيادة. وضحت الفكرة إذا وضحت؟ لا وضحت وضحت شكراً أستاذ كمان. الله يباركت. يعني أكو ماسي بيني وبينهم. لأنه هم مو مباشرين. هم الآن لفل ثري. وهكذا كل ما بعدوا عني. كل ما رح تزيد. يعني اتقل نسبتي على الداولان. يعني شوفوا. هكو ناس واحد. واحد بالمية فقط. إذا منتبهين. بس بعدين مثلاً التوتة بح يطلع عندك. هاي كلها عمولات قيادة. الف وتسعمية واثنين واربعين دولار. هذا ما القليم واحد. إذا خلصنا من هذا نريد نروح نشوف مثلاً ماليزيا. نفس الشيء. أول ما نروح. أول ما نروح على الستار جروب عن ديفيلة مونت بونس. يعني علاوات التطوير المجموعة النجمية. ونخلص منها وناخذ عمولاتها. وبعدين نروح على الليدرشيب بونس. وعم نفس الشيء. الشاشة يا أستاذ كمال إذا أنت روحتها رجعنا إياها. إذا أنت روحتها. اي أنا روحتها اي. اي تمام مشان يكون عندك علم بس من باب التوضيح. تمام تمام. طيب. أنا توقعت أن ترجع بس خلنا نتأكد كيف. الآن شغالة عندكم. هلأ رجعت أستاذ كمال. شغالة. تمام. يلا ممتاز. إذا أنا الآن انتبهوا لبس. يعني نفس الشيء. الآن لما انتقلنا على إقليم ماليزيا بعد ما خلصنا القلب. أول ما نبدي. نفس الفكرة. نفس الشيء. بس كل إقليم. اللي واحده. أنا نكبرها بس. الآن. نتكلم عن. إنترنشنال بونس. أوف ماليزيا. من يقول إنترنشنال. يعني كلمة ما موجودة. معناها أنه بدل الآن ينتقل للأقاليم الأخرى. أهنا. أهنا عاد اللي يتساءلون دائما. يقول لك. أين. إحنا. سوق واحد عالم واحد مهار. سوق. أنت قاعد تأخذ عمولاتهم للدنيا كلها. فالآن. انتقلنا إلى موضوع. أه ما. في ماليزيا. وحصرا على وات التطوير. ويبدي نفس الشيء. ليفل وان. ويبدي يطلعهم. خلصنا منهم. نفس الشي ننتقل على. الليدرشيب بونس في في ماليزيا. تمام هذا هو. اذا اذا شيء مواضع قلولي. لان هذا قدامكم الليدرشيب بونس. نفس الحالة اول ما يبدي بالجيل الاول. خمسة بالمية بعدين الجيل الثاني. الليفل الثاني يبدون يقلون او الثالث. اللي هما هذا نفس الشيء. يعني ما يختلف شيء. كل ما هنالك رح يختلف الاكواد والارقام. بعدين هنا يجي على اندونيسيا. بعدين يجي هنا على هذا اندونيسيا ليدرشيب بونس. بعدين هنا على فلسطين. فك الله اسراء. بعدين يجي على استراليا. وبعدين يجي. وهكذا. الى ان يوصل الى. الان بجيب لكم ياها من الاخير. اللي هي كندا. يو اس. تمام. هاي هاي ما الكندا هذا ليدرشيب. اوروبا. تمام. كنتري اذر تو. هذي بعض الدول. افريقيا. مروكو المغرب. طيب. الان هذا الليدرشيب بونس والمغرب. وكلها نفس التقسيم. بعد ما يخلص الدول كلها. نجي على هذا اللي هو. وهنا هريدكم تركزون عليه. وراضح هذا بالنسبة لكم ولا يحتاج توضيح. لو تكبروا شوي استاذ كمال بعد اذنك شي بسيط بعد اذنك. تمام تمام. هلا هنا حاط رمز الدول. هذي اول دولة. هنا يقول لك بونس دليتيز. بور ايج كنتري. يعني انا راح اعطيك تفاصيل. بس اه اجمالية. بدون الاسماء. انت اخذت ارباح من. كل هذي الدول. راح اعطيك الارباح. علاوة التطوير. هاي هنا. علاوة التطوير زاد. علاوة النجوم اللي اخذتها. مثلا من منطقة الخليج. هاي كلها وبعدين يضربها. بحسب سعر الصرف. ويعطيك اياها بالدولار. خلص من الخليج. راح يجيك على الدولة الثانية اللي هي ماليزيا. بعدين اهنا اندونيسيا. بعدين اهنا فلسطين. بعدين اهنا استراليا. اهنا امريكا. اهنا كندا. اهنا اوروبا. اهنا زيروتو. بعض الدول اللي يرمزوا لها بالرمز. اه 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 موريتانيا وتركيا. اه 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 ما اعرف الان هذه الدول. هو طبعا هنا قبل شوية سنة هذا السؤال هنا الرمز ما لهذه الدول. يعني موجود بنفس بهذا السكشن اللي يتكلم به عن التفاصيل الإجمالية. راح تشوف هنا كل دولة مثل ما انتم شايفين. كل دولة ورمزهم. زين هاي في الثانية زيروتو. اهنا سي ان تشايني. الاخرية. بعد ما يخلص يجمع لك التوتل من كل هذي الدول ويطلع لك كم العمولة بالدولار. طيب انا بالنسبة ليه ليش ملون هاي. هنا هنا قاعد قاعد يعني هاي من ضمن الدراسات واحد يسويه. رقم واحد بالدخل الخليج. اعلى دخل. بعدين رقم اثنين بالدخل المغرب. اعلى دخل قاعد يجيني من دولة المغرب. بعدين رقم ثلاثة ماليزيا. اللي هي طبعا بالحقيقة ماليزيا نقدر نقول الدول اللي هي مثلا لبنان والجزائر. اغلبهم يعني مو مو فريق ماليزيا ماليزيا هي مبيعات حقيقة تتحقق من ماليزيا لكن هي الدول اللي ما فيها فروع. والرابع اوروبا بقية الدول متفرق يعني الدخل بها ضعيف. هذا شنو يخليك يخليك تركز على هذي الدول إذا تريد تطلب زيارات تطلب تدريبات تعرف انت من وين يجد. انت تنتبه هنا أيضا بعدين هو حاط لك ملاحظات باثناء الدخل يقول لك ترى التاكس هذا الانترنشنال مأخوذ 20% وهنا من هذا الرقم الثاني حاط لهم هوامش. يعني هذي الدول. ويقول لك هذي ياخذون دولة 20% وهذول ياخذون 15% تمام وهذا التوتل اللي حسبه الكياب بالدولة. قلوا لي اكو هذي تفاصيل يعني موجودة بعدين هنا يعطيك اخر شي مع الرحلة الدولية. المجموع مع طبعا شراكة الارباح. هنا اخر شي يعطيك اه هذا قلنا اكبر لكم اياه هذول المباشرين طبعا انا اعلم على الناس المباشرين من اللي بيهم اشتغل صح وحاط لهم وهذول النقاط هم اللي اربعة الاف بقيهم يعني خمسمائة نقطة ويصيرون ستار ايجنت واللي ثلاثة الاف واللي الفين حتى ادخلهم ضمن خطة معينة وابدي اشتغل عليهم. اه طيب هاذ بوناس ايش? اهنا الايو سي الايو سي احنا بصار لسنين محققة. هذي كلها من الاجيال يعني بعيدة جدا اذا من تبهين اه وين بالله بنسبة العمولة مالتهم. هذا يعني من كل الدول يقول لي من الايو سي جايلك من امريكا كذا ومن كندا كذا ومن اوروبا كذا ومن يعني الدول اللي بيها الايو سي. وبعدين صافية هي ستة ارباح بولار. الان اه شراكة الارباح الدولية. اذا تذكرون تكلمنا عن موضوع شراكة الارباح الدولية صحيح؟ يا هذه استاذ كمال اهم نقطة اه شراكة الارباح الدولية. عشان نوضح للشباب يا راية اللي ماعدة ما واصل للنجم الماسي. خلي يشوق للنجم الماسي لما تجي ارباح دولية وهو قاعد ما عنده شغل بيها. نعم هذه الارباح دولية الله يبارك فيك. هذه الان معانا الان انظر انتم شايفين. هذه الدول كل دولة وكم جايلك منها رباح. طيب شوف. ستة وتلاثين دولار هاي يعني مو من مبيعاتي انا هاي من ارباح الشركة. وتبدي تنجمع. هذه الدولة سبعين دولار فاصلة عشرين سنت. اللي هي الخليج. طيب. طبعا انا الدول اللي معلمها يعني بهذا اللون اه هذي دول. اعلى شي يعني. رقم ثلاثة. طيب. هذه رقم اربعة ثلاثة وسبعين دولار. اه رقم واحد تخيلوا رقم واحد هاي هاي تخيلوا هاي الدولة اللي انا تكلمنا عنها ذاك اليوم. ما بيها اي عقو. مية وخمسين واحد وخمسين دولار فاصلة تتعاش سنت. اللي هي البيرو. طيب. طبعا انت تقدر حتى تعرف. يعني اه تتخيل حجم الارباح اللي قاعد تحقق على الشركة. يعني البيرو يمكن ضعف مبيعات الخليج تماما. لانه اذا الخليج تلاثة وسبعين وهذا ولا مية واحد وخمسين. فهاي معرف. بلونيا او يعني معرف يعني الرمز مالها ممكن نرجع له. هي سبعة وسبعين فاصلة سبعة. هي رقم اثنين. التالي توتل مال الارباح الدولية. يعني هي اللي هي شراكتك مع الشركة. ستمية واثنين وثلاثين. فاصلة ثمانية وثمانين دولار. طبعا اكو ناس ممكن يطلع لهم ازيد يطلع لهم اكثر من الف دولار. بس شراكة ارباح ياخذونها من الشركة من نسبة الثنين بالمية. هذا يا اخواني اللي. بس في سؤال استاذ كمال لو سمحت. نعم. طبعا انت مشان كلها تنستفيد منه. انت كنت عمل تشرح الاسماء بس انت علمت عليهم. الاسم اللي بيكون مكرر بكذا اقليم. شو معناته. انه نحن لازم نعتيني بهذا الشخص. انت شو وجهة نظرك. عشان نستخدم. الاسم اللي مكرر بهذا الاقليم معناه ان هذا الشخص عنده فريق. رائع جدا وقاعد ينمو في عدة دول. وبالتالي هذا الشخص المفروض ننطيه مهارات اكثر في مجال القيادة. في مجال اه الدعم. نتواصل معه بشكل اكثر. هذولا هم شركاءك الحقيقيين. هذولا هم الناس اللي اللي قاعدين يخلوهم فريقك ينمو بشكل صحيح. وبالتالي لازم تتعامل معهم معاملة. الحقيقة يعني. اه تليق بهم. انه نحن كقادر وكشركاء. ممكن ترى. مو بس تتصل انك تدعمهم. ممكن تتصل حتى تستفيد منهم. يعني هم ما انجح منك. اذا اذا عندهم يعني رتبة عالية وعندهم فريق اوسع وبالتالي. تقولون تعالوا يعني خلونا نتعاون شنو الاستراتيجيات اللي قاعد تستغلون بها شنو اللي عندكم. اه اللي ممكن يفيدنا. هذا بصراحة اليوم اه. يعني تطبيق عملي. اللي اللي دخل معانا ومعا الكشف الشهري. انا اعتقد انه رح استفاد فائدة كبيرة. اللي ما دخل يحاول قدر الامكان يرجع الى التسجيل. احنا حرصنا على انه يكون التسجيل موجود. كل الناس تقدر التابعة. اه من خلال اليوتيوب. فاتمنالكم التوفيق والنجاح. الحقيقة هذي هذي بعض التولز. اللي حاطته الشركة وللأسف كثير منها ما يستغلها. كثير منها ما يستغلها. حاولوا ماذفاتكم. انا المصيحة اللي عنده بخبرة بالأكسل. لان انا ترى بعد اسويلهم ايقونات وفلاتر. واقعد اشوف الاعلى والاقال. فحاولوا قدر الامكان تستفيدون منها. طبعا فيه كثير امور كثير. يعني الوقت لانه خلصت الساعة. ما اقدر اكمل. فيه امور كثيرة. اه على سبيل المثال. اه موضوع النقاط والرحلة الدولية. فيه امور كثيرة. تفاصيل كثيرة. موضوع القائمة الاعضاء المباشرين. على اساسها تحت خطة انت. مع من تتعاون وشلون توصل. اه حتى لو واحد اكسباير. يعني على سبيل المثال واحد من الناس. عندنا اكسباير. اه. انا ممكن استفيد منها. احنا تشلنا نسميها عملية الحقن. يعني. بس ما اخلي جيل ثالث. اخلي جيل ثاني تحته. اه. وهو احاول انشطه. اخليه يستهلك. المهم هذا رح يصير لي ستار ايجنت. يعني ضمن خطة نعاشية حتى كبر خطوط الستار ايجنت. تغيل واحد عندي. بالجيل مثلا المباشر. عنده خمس نجون. عنده. بالمقابل خمسة نجون اكسباير. فهو يريد يسجل اعضاء. انا ايش انصحة. هقول لي انت سجل. تحت واحد اكسباير من الخمسة. تعتقد انه تواصلت معاهم. تعتقد انه هذا رح يرجع. سجل تحته بس واحد. رح اقول لي انش اقول لي بس حتى تصير ماسي. لان انت بس سجل واحد. رح تصير ماسي. لانه انت اه باقي لك خط واحد ستار ايجنت. هذه الخطط من وين تجي? هذا تجي كلها من خلال المتابعة. المتابعة من خلال الكشف الشهري. والمتابعة من خلال الكشف الشهري انصحكم. تبدون بها مع بداية الشهر. ورا نزول البونس. تبدي بها من تاريخ تسعة سبعة. من ينزل البونس تبدي بالمتابعة من خلال الكشف الشهري الى يوم عشرين. يوم عشرين يعني باقي لك يومين. خلص انت تبدي بالمتابعة المباشرة من خلال الايورد. تنتقل الى المتابعة يسمونها التنفيذية. متابعة الخطوات التنفيذية لخلال هذا الشهر. خلص ما عاد صار عندك وقت لمتابعة الشهر الثاني. بس انت الان محمل بمعلومات واقعية وتقرير واضح جدا عن طبيعة نشاطك والحركة اللي صارت في فريقك وشلون ومنين. كل هذه الامور مهمة جدا. انا طبعا اعتذر من الاخوان اللي عندهم اسئلة كثيرة حاول هذا الموضوع. لانه الوقت ما يسانم. انا يعني ما حب التسجيل او اللقائي طول اكثر من الساعة للفائد. حتى بالمستقبل اللي يريد يرجع له طول اكثر من الساعة رح اضيع الفائد. لكن عادكم احنا ان شاء الله باللقاءات القادمة احنا رح نكون مستمري. حاولوا تكونوا معنا. وتجهزون اسئلتكم وبإذن الله نجاوب عنها لحتى يعني كل الامور تكون واضحة. اللقاء القادم بما ان احنا متفقين هالشكل. الحلقة رح تكون عن الاي واب. اشترون نتابع من خلال الاي واب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والقاكم على خير. تحياتي لجميع. تحياتي لجميع. تحياتي لجميع. اشتركوا في القناة